اشتركوا في القناة عن أنواع مختلفة للذكاء الاصطناعي بطريقة سهلة وبسيطة أول حاجة لازم نعرف إيه هو الذكاء الاصطناعي الذكاء الاصطناعي هو تقنية بتسمح للألات والبرامج أنها تحاكي الذكاء البشري تقدر الألات دي أو الماشينز دي تتفكر تتعلم تاخد القرارات زي الإنسان بالظبط ولكن الذكاء الاصطناعي كله مش بنفس المستوى الذكاء الاصطناعي بيجي بأنواع ودرجات مختلفة تعالوا كده نصلنا في الذكاء الاصطناعي بناء على أول حاجة القدرات أولا عندي نوع اسمه الذكاء الاصطناعي الضيق بيسموه نارو إي آي وهو النوع الأكثر شيوعا واللي إحنا استخدمناه بشكل كبير جدا ممكن ما نكونش عارفين اسمه ولكن بنستخدمه كل يوم وده بيستخدم للترجمة بين اللغات أو التعرف على الوجه زي سيري من قبل ومساعد جوجل الذكاء الاصطناعي الضيق ما يقدرش أنه يقوم بأي شيء آخر خارج نطاق مهمته المحددة يعني لو أنا بتعامل مع تطبيق للترجمة فهو فقط بيقوم بالترجمة أو لو كنت بتعامل مع تطبيق بيتعامل مع النص فهو بيتعامل فقط مع النص ولكن ما ينفعش مثلا سيري تقود سيارة أو تحل مسائل رياضية لأن ده مش تخصصها الذكاء الاصطناعي القوي أو الذكاء الاصطناعي العام وهو الإي جي آي واللي بقنا نسمعه كتير في الفترة الأخيرة Artificial General Intelligence هذا النوع نقدر نقول أنه حتى الآن مش موجود بشكل فعال يعني حتى الآن كل النماذج الموجودة كلها نماذج أولية زي نموذج GPT-4O Mini وأحدى السلسلة من OpenAI وهي OpenAI-01 كلها خطوات نحو تحقيق الهدف أو الوصول الـ EGI وهو وجود ذكاء اصطناعي بيتعلم مهارات جديدة ويقدر أنه هو يفكر بشكل مستقل ويتخذ قرارات معقدة عشان كده حتى تسمع كلمة بيفكر مثل الإنسان في الفترة الأخيرة يعني بنسميه Human Level وفعلا لو تم تطوير هذا النوع من الذكاء الاصطناعي والوصول به للشكل المثالي حيغير حياتنا بالكامل أما الذكاء الاصطناعي الخارق أو السوبر AI أو الـ ASI Artificial Super Intelligence هذا النوع نقدر نقول عليه المستقبل البعيد ذكاء بيفوق الذكاء البشري في جميع المجالات سواء كان المجالات العلمية الاجتماعية الابداعية الذكاء الاصطناعي الخارق أو الـ ASI يمكن أن يحل مشكلات الإنسان ما يقدرش حتى يفكر فيها لم يتم تطوير هذا النوع بعد ولكن هو الهدف النهائي بكتير جدا من البحثين في هذا المجال على بقى نقسم الذكاء الاصطناعي مناءًا على الوظيف أول حاجة حاجة اسمها الألات التفاعلية أو الـ Reactive Machines ودي أبسط أنواع الذكاء الاصطناعي بتقدر أنها تتفاعل مع البيئة في الوقت الحالي دون الحاجة إلى الذاكرة مثال على كده Deep Blue وهو الذكاء الاصطناعي اللي هزم بطل العالم في الشاترانج اللي يقدر يعمله يلعب شاترانج بس مش ممكن يتعلم أي شيء جديد أو حتى يتذكر المباريات السابقة تعالى ليه الذكاء الاصطناعي زوء الذاكرة المحدودة أو AI with limited memory هذا النوع ممكن يستفيد من البيانات السابقة أو الخبرات السابقة لاتخاذ قرارات أفضل مثال على كده السيارات الذاتية القيادة اللي بتتعلم من التجارب السابقة زي حركة المرور سلوكيات السائقين الآخرين عشان تحسن قيادتها عندي كمان حاجة اسمها نظرية العقل هذا النوع من الذكاء الاصطناعي يستطيع فهم المشاعر يستطيع فهم المعتقدات يقدر يتفاعل مع البشر بطريقة أكثر طبيعية ولكن هذا النوع ما زال تحت التطوير لكن مهم جدا في الروبوتات اللي بتهدف لمساعدة البشر في الحياة اليومية بي عندي الذكاء الاصطناعي ذاتي الوعي والذكاء الاصطناعي ذاتي الوعي بيطلق عليه باللغة الإنجليزية self-aware AI هو عبارة عن شكل مستقبلي بيتمتع بوعي ذاتي ويعرف ذاته والعالم كمان من حوله حتى الآن مفيش حاجة اسمها ذكاء اصطناعي ذاتي الوعي ولم يطور العلماء هذا النوع من الذكاء الاصطناعي ولكن هو حلم العلماء اللي بيعملوا على تطوير هذا النوع من الذكاء الاصطناعي اللي بيقدر نوع يفكر ويشعر زي الإنسان لكن هل تعتقد أن الـ ESI لا يزال في المستقبل بعيد؟ ولا ممكن العلماء تطوروا في المستقبل القريب؟ يريد أسمع رأيكم في التعليقات أتمنى تكونوا فهمتوا أنواع الذكاء الاصطناعي وإمكانيات كل نوع أشوفكم في فيديو قادم بإذن الله تعالى على قناة Infotech for You زي ما بقول لكم في نهاية كل فيديو ما تنساش تعمل سبسكرايب لقناة وتفعر الجرس عشان يوصلك كل جديد ولكنتم متابعين الأعزاء ما تنساش لايك وشير وكومنت دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر